ما تخافش على الأهل الطول ما الأهل بمدرسته الإدارية وقيمة النادي ومكانته وقياداته عندهم هذه العلاقات المحترمة جداً مع الدوائر العربية الشقيقة النهاردة على سبيل المثال كلكم تذكروا ربما زيارة كانت مهمة جداً لوزير أو لرئيس التحاد الكرة القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني جي النادي الأهلي ولما تكلم بعد كده في أكتر من مناسبة صحفية في الدوحة تكلم بتقدير شديد جداً للنادي الأهلي ولكابت المحمود الخطيب والجماهير النادي الأهلي والبطولات النادي الأهلي الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني زيارته للنادي الأهلي كانت في 822 وصحبوا فيها المهندس هاني أبو ريدا كان هذا التكريم وهذا التقدير من المسؤول القطري قبل ما يبدأوا الترويج لكاس العالم اللي ننظموه بامتياز في الدوحة والرجل خرج بن طبعات رائعة جداً عن النادي الأهلي وتحدث عن الأهلي بحب شديد جداً كده يقول إن أنا أهلاوي ووجه شكر كبير وإعلاقة شخصية محترمة جداً مع كابت المحمود الخطيب النهاردة يعني صاحب هذا الحضور الكبير في الرياضة العربية لأنه شيخ حمد بن خليفة بن أحمد هو نائب رئيس الاتحاد العربي بالإضافة إلى رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم تم تعينه وزيراً للشباب والرياضة في قطر بن بريكلو لأنه قيادة رياضية عربية فيها كتير من الجدية والانضباط والعمل فيها كتير من الحب والرغبة حتى في العطاء والرغبة في الاتصال والتواصل مع نادي كبير في حجم النادي الآلي ودولة كبيرة عريقة قوية بحجم مصر عبر عن حبه الكبير لمصر عن تقديره الكبير للنادي الآلي عن علاقة الاحترام اللي ربطته والحب اللي ربطته بالكابت المحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي زيارة كانت مهمة ومن هنا وجبت التهنئة اليوم لهذه الشخصية الرياضية العربية اللي من المؤكد تعيينها في مقعد وزير الرياضة في قطر بعد النجاحات الكبيرة اللي حدست على الصعيد الدولي بعد تنظيم كاس عالمي يمكن وانا كنت بقول للمهندس عدلي في الفاصل قال لي هو بعد المنديال واللي حصل ده السمرة الطبيعية انه يبقى وزير يعني لا يدهش كذا تعيين لان الخبرات اللي تولدت والأداء والحضور الدولي والحضور الدولي والإشادات اللي حصلت لا طبعا هو جديد تماما بهذا المنصب ألف مبروك للشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني وزير الرياضة الجديد في قطر تم تعيينه اليوم زي ما قلت لحضراتكم واستحق من المؤكد تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي وتهنئة الكابتن محمود الخطيب وأعتقد إضافة مهمة جدا لكيان الرياضة العربية مزيد من التواصل ومزيد من التفاعل لأنه فعلا ما أحوج الرياضة العربية وما أحوج الأشقاء في المحيط العربي كله لمزيد من التواصل والتفاعل والتعاون ترجمة نانسي قنقر